أكد المهندس إبراهيم أحلب رئيس الوزراء على مواصلة جهود الحكومة من أجل توفير رعاية اللازمة للشرائح الفقيرة والأولى بالرعاية كذلك العمل على تطوير العشوائيات وخلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء شدد محلب على أهمية وسرعة القيام بمسح شامل لجميع المشروعات المتوقفة والتي سبق البدء فيها ولم يتم الانتهاء منها أو تلك التي تم الانتهاء منها ولم يتم تشغيلها بالكامل لتذليل العقبات أمام تلك المشروعات ومن ناحية أخرى أشار رئيس الوزراء إلى أن توقيع على تفاق المبادئ الخاصة باستد النهضة الإثيوبي يؤسس لعلاقة إيجابية بين مصر وسودان وإثيوبيا كما أشار إلى أن زيارته الأخيرة لكوديفوار أكدت عودة مصر بقوة لإفريقيا وخلال الاجتماع اصار دمحلب نتائج جولديه بقنى ومطروح حيث وجه بتشكيل لجنة وزارية خاصة بتنمية مطروح مؤكدا أهمية تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المحافظات قد تابع المجلس إجراءات توفير السولار والبوتجاز حيث أكد وزير البترول ضخ الاحتياجات المطلوبة من المنتجات البترولية بشكل منتظم كما تناول المجلس أليات ضبط أسعار المواد الغذائية وخطة تطوير المجمعات الاستهلاكية كما تم خلال الاجتماع تكليف وزيرة القوى العاملة بتناول مشكلات الحاصلين على الماجستير والدكتورة ترجمة نانسي قنقر